عن كل شيء ولكن ما تنساش يا صديقي أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في البداية حابب كل الناس اللي بتدعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين وين المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا ويريت لو لسه ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك علشان توصل الحلقة لكل الناس صدمة قوية جدا للكابتن إمام عشور قائمة الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري لم تشهد وجود إمام عشور على الإطلاق استقر السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملامح قائمة الأهلي لخوض السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري إن شاء الله يكون يوم خمستاشر في السعودية وملامح قائمة الأهلي لخوض السوبر الإفريقي شادت كالتالي محمد الشناوي ومصطفى شبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد عبد الميناء مرام ربيعة وعلي معلول وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس والكابتن أليو ديانج والدبابة مروان عطية وآفشة وحسين الشحات وردى سليم وبرسيتا وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وكريم ندفد وصلاح محسن ولكن القائمة لم تشهد لم تشهد وتواجد الكابتن إمام عشور على الإطلاق ولكن إمام عشور بيفجر مفاجأة مدوية في الآلي قبل السوبر الإفريقي شاهد معايا التفاصيل بدأ إمام عشور لاعب النادي الآلي لكرة القدم خذ التدريبات الخاصة بالكرة والعودة تدريجية للتدريبات بعد اقتراب تعافي من الإصابة في وطر العضلة الخلفية ويعمل الجهاز الفني فيه تجهيز وقدرة إمام عشور على الحجب السوبر الإفريقي حال استمراره على نفس المستوى في التدريبات ويدخل الأهل معسكر مغلسا دخل خلاص معسكر مغلق في النمسا بداية من 28 أغسطس الماضي عشان النادي الآهل طبعا هيلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بإذن الله ولكن إيه القصة وإيه الحكاية ده طبعا اللي هنعرفه الساعات اللي جاية بالنسبة لموضوع إمام عشور وعدم عدم قدرة اللاعب على المجازفة يعني كلور مش عايز يجازف بإمام عشور في مباراة السوبر خصوصا إن إمام عشور يعني كانت عنده إصابة عضلية وأطعف وطر العضلة الخلفية ده طبعا يعني حاجة مش كويسة وحاجة صعبة جدا أتمنى إن إمام عشور يعود بسرعة جدا للملاعب حيث هو لاعب كويس جدا ولاعب محترم ومنضبط جدا في النادي الأهل كل اللي أنا طلبه من حضرتك يا صديقي لايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس بشكرك إنككملت معي الحلقة للنهاية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر